مرحبا اليوم بأي بلس لحنا نحكي عن موضوع النفايات الصلبي وقت نحكي موضوع النفايات أول شي الإنسان بفكر بالزبالة هاللي بيكبه ببيته ولكن هي النفايات عدة أنواع لذلك بيتطلب إدارة هالقطاع عدة تقنيات وعدة سياسات سياسات بترسمها الدولة مع القطاع الخاصة اللي هو مهتم بإدارة هالقطاع النفايات الصلبة المنزلية هي النفايات المنكبة بالبيت ولكن كمان فيه نفايات طبية تطلع من المستشفيات إدارةها غير شي النفايات من الكميرشل تطلع بالمولات مثلا والنفايات تطلع من المدارس تطلع من السكنات الجيش إلى ما هونالك أنا اللي ححكي على ثلاث أفكار بهالقطاع أول شي لح نحكي عن إدارة النفايات كقطاع إذا برجع بالوقت لورا شوي خمسين سنة لورا كنا نحكي إدارة قطاع النفايات من ثلاثين سنة لخمسة وعشرين سنة لورا بلشنا نحكي عن إدارة متكاملة لقطاع النفايات الصلبي فوتنا كلمة متكاملة من خمسة عشر سنة لورا فوتنا كلمة رابعة هاللي هي المستدامة صار في عنا إدارة متكاملة ومستدامة لقطاع النفايات الصلبي ليش طورنا هالقطاع إذا منتذكر من خمسين سنة كان يجي لعنا الزبال معه كيس وراء يدق على الباب يأخذ الكيس هالقدة كان النفايات اللي يطلع من المنزل اليوم صار الكيس ستين لتر ومئة لتر لذلك اتطور إدارة هالقطاع بلشوا الناس تشتغل تقنيا وبلشت المشاكل اجتماعيا لذلك وقتها أقول إدارة متكاملة مش بس هو مشكلة تقنية إنما هي مشكلة تقنية سياسية اجتماعية بيئية إلى ما هنالك لذلك وقت نحكي ليش ما عم نعرف ندير قطاعنا لأنه ما في ترابط بين كل هالإشياء من سياسة لتقنية لبيئية التقنية عم بيفوت أكتر بالسياسة السياسة عم بيفوت أكتر بالتقنيات وصارت حلقة مفرغة كل واحد بده يحكي بشي ما عم بيفهم فيه لذلك منشوف أوقات دفتر شروطه بينحط شروطه تعجزية لأنه السياسة بده يعمل هالشي بحضلني ما بدي فوت بهالشيء بس خليني أحكي على الإدارة المتكاملة المستدامة لقطاع النفايات الصالبة أحكي متكاملة بدي أعرف شو بدي أعمل من وقت لتطلع الزبالة من البيت ولا من مصدرة كيف بدي ديرها وين بكبها؟ هل بدي حطها نهار بالبيت نهارين بالبيت نهار عالطريق نهارين تلاتة عالطريق كيف بدي حطها بأي مستوعب كيف بدي إنقلها أي متى بيمرق الكاميون أم أي متى بيمرق البيك أب كل هيدولة علامات استفهام لازم نجاوب عليها نقلنا الزبالة وين بنا نخدها؟ بنا نخدها لمحل نعالجها يا ضغري بطمرة عشان هيك وقت بفوت المستدامة كل ما بدي زيد تقنية بالسيكل طبع المعالجة كل ما حدا بدي يتفع حقها ما في شي بنعمل بنبلاش لذلك منفوت المستدامة المستدامة يعني هي مش بس تقنيات أي تقنية أحسن شي يقدر تطبقها بهالبقعة الجغرافية من البلد ولا من العالم هاللي بيتطبق بأوروبا ما فيه يمكن تطبقه هون وهاللي بيتطبق هون ما فيه يطبقه بغير محل لذلك مش بس المشكلة التقنية المشكلة التقنية ولكن اجتماعية بدنا نعرف العالم كيف بده يتجاوب معنا كلنا اليوم حضرنا بلبنان آخر جمعتين شو عم بيصير صار المجتمع المدني قام بحملات توعية ومشكورة عليها صار يقولون للعالم بلشوا فرزوا اليوم العالم بلش تتفكر تفرز ولكن كمانا فيه عقبات كتير للفرز اوكي منحط كيسين ازبالك الواحد لون ولا تلاتة ولا اربعة ولكن النقطة مش هون النقطة كيف بدنا كمانا نلمهم ولوين بده ياخدهم ومين بده ياخدهم وبأي كلفة اليوم هايدي هي المعضلة اللي عم نوجهها بإدارة النفايات السؤال هل هالقطاع مستدام يعني فيه يكفي مع الوقت بحرك حاله من حاله هل هو متكامل عم بعطي الحلول من أول ما تطلع النفايات من المنزل ولا من أي مصدر كان لحديث المطمر هيدا هو السايكل هاللي بدنا نجرب نسكره تيكون عندي إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات